وبعد غياب أكتر من ستة أو سبع لاعبين النهاردة وبعد غياب ستة أو سبع لاعبين علي معلول حسين الشحات طهر محمد طهر عمر السلية أليو ديانج رامي ربيعة في حد تاني يا شباب لو أنا نسيت طيب لو في حد تاني قلولي ستة أو سبع لاعبين غايبين عن النادي الأهلي وستة أو سبع لاعبين من اللاعبين المؤسرين مع الفرقة ولكن النهاردة حضرتك بتلعب بتشكيل تحس إن هو ده التشكيل الرئيسي والأساسي لنادي الأهلي وإن ما فيش غيابات صح ولا مسصح الحمد لله والشكر لله لما كنا بنقول لحضراتكم هنا في هذا البرنامج إن عودة محمد الشناوي من البلبطة في البحر ومن الأجازة دي صفقة ما كناش بندحك على حد لما كنا بنقول لحضراتكم إن محمد مجدي أفشة وإن محمد مجدي أفشة النهاردة عامل 3 أو 4 أهداف لما كنا بنقول لحضراتكم إن أكرم ومحمود متولي صفقة جديدة ما كناش بندحك على حد لما كنا بنقول إن كريم فؤاد وكابتن عادل طعيمة بنفسه قال هذا الكلام برضو وتوظيفه الجديد أدي صفقة جديدة صفقة جديدة لما كنا بنقول لحضراتكم إن محمد الشناوي صفقة جديدة بعد البلبطة والأجازة أو زي ما حضراتكم شايفين فعندنا حاجات كتيرة جدا لما كنا بنتكلم مع حضراتكم كل السوشال ميديا الحمد لله والشكر لله قالت الكلام اللي قلناه هنا في البيت الكبير من خمس ست شهور أو من بعد ما تم اتخاذ القرار بإراحة اللاعبين في الموسم السابق قلت لحضراتكم وبعد انتهاء أو موسم الانتقالات انتهى وتقفل قلت لحضراتكم نحن عندنا صفقات والأساتزة كانوا بالتريقة علي فالحمد لله إن البلبطة هي بتجيب نتيجة والصفقات الجديدة بتجيب نتيجة الصفقات الجديدة بالنسبة لنا يعني لكن أنا مليش علاقة مين بيعمل إيه ولا مين صفقاته نجحة ولا مين صفقاته مضروبة ولا هي مجرد كلام وخلاص كل ده ما يفرقش معايا وكل ده مش هتكلم فيه لإنه ما يخصنيش أنا كل اللي يخصني ما شاهدته اليوم من اطمئنان وسعادة تخليني كمشجع أهلاوي أطمئن لما هو قادم هتقول لي ده كل ده عشان كسبت الدخلية وخدت السوبر لا يا فاندن السوبر ما أنا باخده أنا باخده 12 مرة أو 11 مرة قبل المرة دي أنا لا أقيم الجهاز الفني ولا أقيم اللاعبين بالقطعة يا فاندن أنا بأقيم مواقف عدت علي كواحد لعب كورة قبل كده في النادي الأهلي وسمعتها من أجيال كثيرة جدا بحكم ارتباطي معاهم يعني فالتقييم اللي أنا شايفه أن الأمور جيدة أو البشائر جيدة وفي أول السنة دي قلت لكم قلت لحضراتكم في أول السنة دي نحن خدنا أجازة وبعد الأجازة هنرجع نعمل فترة إعداد وبعد فترة الإعداد هنلعب مطشاة ودية أو في نهاية فترة الإعداد هنلعب مطشاة ودية ثم تبدأ المباريات الرسمية وبالتالي ده الشيء الطبيعي أو ده الموقف الطبيعي لأي فرقة محترمة عشان كده قلت لحضراتكم من البشائر جيدة ناس كتيرة جدا قالت ومنهم أهلوية ودول على دماغي من فوق الحقيقة قالوا لي وكانوا بيكلموني وليه إسلام يعني هو النادي الأهلي لما يعمل ثلاث صفقات بس قلت لهم يا جماعة والله صدقوني واناك فيه عشر أو حداشر صفقة بعد عودة اللاعبين من البلبطة والأجازة فالناس برضو كانت بتسألني يعني إيه 11 صفقة الحمد لله كل حاجة بتتضح دلوقتي واحدة بواحدة